السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم ازايك يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال نهاردة ان شاء الله جاهلكوا فيديو جديد وان شاء الله برضو يا جماعة هنعمل مع بعض وصفة جديدة يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحطوا الياكات كتير للفيديو ياريت يا جماعة اي حد بشوف الفيديو يحطوا الياكات كتير وياريت يحطوا الياكات في الاول عشان ان شاء الله الفيديو يتشاف ووصل لأكبر عدد من الناس وناس كتير تستفاد من الفيديو بتاعنا النهاردة وهتستفاد ان شاء الله من وصفتنا النهاردة مبدئيا كده زي ما نشايفين معايا بسم الله ان شاء الله هي الفراخ بتاعتنا النهاردة يا جماعة اليوم السبعة وتلاتين للدورة بتاعتنا احنا خلاص ان شاء الله كده يوما يوما بس كده وباذن الله هنبدأ ان احنا هدد بحق الدورة بتاعتنا كمان عايز اقول لكم ان احنا ان شاء الله جماعة مش هنبيه حاجة من الدورة ديت لان باذن الله طبعا يعني انتو عارفين بقى ان احنا في الشتة والشتة بيحب بيحب السخنة على طول يعني وكده اه الفرزة اللي عندي اعتبر فضي فانا ان شاء الله يا جماعة هاتبح الدورة دي كلتا واحطها عند باذن الله في الفرزة. تمام? اه كنت قلتلكم قبل جده اليوم اللي احنا يا جماعة والدورة قصد اللي احنا ببعها. بيكون عندي لسه فيه بواقف في التلاجة. اه اما لواني ان شاء الله دي بحتاج وكولاتها بقى يبقى كده خلاص ايه? يبقى احنا كده في رزر بتاعنا فضي. شايفين بسم الله ما شاء الله الاحجام بتاعتنا يا جماعة يعني هي اعتبر وصلة اه الاحجام كويسة جدا. اه ما شاء الله الدورة ديت يعتبر هي ايه? الدورة ديت تختلف عن اي دورة. يمكن الدورة ديت مختلفة شوية عن الدورات اللي فاتت. هي نعم يعني اي تحس ان يعني يمكن كانت الاوزان بتاعت الدورة اللي فاتت كانت ما شاء الله كانت عالية جدا. الدورة دي بقى اللي انا انا هقول لكم السر بقى جماعة. الدورة ديت انا جبتها من مكان مختلف خالص عن المكان اللي انا بجيب منه قبل كده. بس هي اي نعم دي انا احجام حلوة واوزان كويسة. بس يعني هي تختلف عن الدورة اللي فاتت. الدورة اللي فاتت انا كنت جابها من مكان تاني خالص. فانا غيرت المكان الدورة دي بس ان شاء الله يا جماعة معونتش هغير هجب من نفس المكان انا بجيب منه. لان فعلا ان اللي انا اكتشفته ان ان احسن احسن فريقة انا بجيبها يا جماعة من المكان اللي انا بجيب منه على طوال. فهي بسم الله ما شاء الله هي حلوة. حلوة وتحس ان يم قلقل وشايل اوزان عالي. بس تحس ان والشاعة مش احمر. يعني ايه. الدورة اللي فات كده كنت تبست لقي ايه. ما شاء الله الاوزان بتاعتها كانت اعلى من كده كماني. والشهع. بس باذن الله هنجيب دورة جديدة يا جماعة ان شاء الله. الاسبوع الجاي. انا كنت عايزة جيبها الايام ده بس انا قلت يعني اما تجول الضبط شوية. ونبدأ باذن الله لنجيب. عشان يا جماعة اللي عايز يبدأ معي باذن الله هجيبها الاسبوع الجاي. اه احتمال الثبت او الحد باذن اللي اه. يعني يا تقريبا ممكن هنجيبها الحد كده. فاللي هيعمل حسابه وان شاء الله كده يعني يكتب لي برضو في الكومنتيات علشان نجيب كلاتنا سوا. الناس اللي كانت بتقول لي ومشامقة لما تيجي تجيب يقول لي علشان اتدورة نمشاها مع بعض ان شاء الله يا جماعة هنبدأ ان احنا نجيب بازن الله يوم الحد. يكون الجو بقى بقى حلو ويعني ايه? ودرجة الحارة بقت حلو. لان المبارح كانت فعلا كانت درجة حارة يعني اقول لكم كانت الجو فعلا كانت تلك. ولو كنت جبت اي فراخ كنت هقول لكم يعني ايه? كتعلها العواطفة. فان شاء الله يا جماعة بازن الله اللي نوي بازن الله يبدأ معي هيبدأ من يوم الحد بازن الله. يلا كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. انا يا جماعة برضو لغاية دلوقتي لسه بعمل وصفات للفراخ. والنهار ده عاملة وصفة كويسة جدا. اه برضو للبرد والتاشمة واي شحورة والتاشمة كل الحاجات ديت ان شاء الله هتشوفها معي في قلب الفيديو. ده طبعا يا جماعة الكركريه. نوات كده معلقتين بالمعلقة الصغيرة. انت شايفينها معي ديت. اه الكركريه كويس جدا مع القرنفل. كركريه مع القرنفل وده عن تجربة يا جماعة. اه اي شحورة اي اه طاشمة الكلام ده كلاته. الكركريه مع القرنفل وكمان هنحط نانع كويس جدا للمشاكل التنفسية وحلوة او. اه ده كده بنحط معلقة يعني ملو معلقة شاي آآ رنفل. مش هنقطر ولا حاجة. وده يا جماعة النعناع. هنقض برضو معلقتين كده صغيرين من بتاعة الشاي نعناع. نحطهم بقى كده نغليهم. معي اللي كانت كايات. هنحطوا كوباقتين مياه كبار كده. ونحطهم يا جماعة كده على النار ويغلوا كده على النار هادية. واقام حاجة اغطى على الوصفة. ده كده حوالما يعني كبيتان ما يكبرهم مت. زي ما انت شايفين معي كده كويسين او. هنحط بقى كل المكونات ديت على النار. الحاجات دي يا جماعة كويسة جدا جدا لمشاكل التنفسية. حلو. الكركريه برضو حلو يا جمعة للفراخ. بيخلي الفراخ ما شاء الله بتشيل معك وزن حلو. وفي نفس الوقت كمان لو فيه اي مشاكل تنفسية ده كمان بتقضي عليها. هنغطى عليها بقى كده علشان طبعا اي عجبة انا بغليها بحاول انا اهوط عليها. وهنهد عليها برضو كده في نفس الوقت. ده كده يا جماعة الوصفة اهيت. ده كده المفروض بنحط حوالى عشر سنتين للفراخ. انا عندي السقايات دي بتاعه تلاتة ريتل. فيعني هنحط كده مقدر تلاتين سنتين. ويرك كمان تحطها للفراخ ويا عشانا ده بتبقى احسن لهم كمان. حاول على طول انت تحطها لهم كده يا جماعة يومين تلاتة كده وارا بعد لو فيه تشمة. ما فيه شيء اعملها مرة كده كوقائي بتبقى حلوة. تحط الفراخ بقى كده تشرب. دي احسن وصفة ممكن تعمل. الناس كتير بدولة انا جربت حاجات كتير. الوصفة دي يا جماعة فعلا انا عن نفسي يعني امكن اه بعملها دايما على طول. اه عايز اقول لكم ان انا فعلا كان عند نفس المشكلة ديت. كنت في يوم نسيت الباب بتاع العيشة بتاعة الفراخ مفتوح. اه كانت جاوبة يعني ايه كان قلب مرة واحدة وكده ولقات هوا وزعبيب ومش عارف ايه وطبعا انا كنت برا فجات لقات الفراخ حسات ان هي جاشت وعملت شم عملت لهم فعلا والله يا جماعة الكلام ده فعلا عملت لهم الوصفة ديت مرتين يعني اه تلات مرات كده في الاسبوع. في بسم الله ما شاء الله قضت على قضت على التشمة والعطس خالص نهائي. وفي نفس الوقت كمان ما شاء الله بقى تلاقي الاوزان عالية جدا. تاكده خلاص حندرهم المية هيت وبرده ان شاء الله كده الاكل يا جماعة طبعا انتم شفتم معي الخلطة اللي احنا في اننا عاملينها. الداش والعلف وآآ ده طبعا تغيير الاكل. ده هنا هقعدوا يعني ايه ان شاء الله كده اسيبهم يكلهم. شايفين ما شاء الله الاوزان عالية جدا. اوزان كويسة جدا يعني ايه هي الفراخ دي يا جماعة فراخ صدور. بس اللي يعني ايه اللي مزع على الواحد شوية ان هي مش وشها احمر زي الدورة اللي فاتت. هي الاوزان عالية وكل حاجة. بس احس كده ان وشه ملهمش عرف كده ووشه مش احمر. الدورة اللي فاتكت بسم الله ان شاء الله كانت يعني ايه كان منظرهم كان يفرح بصراحة. هم دلوقتي حلوين ومشاء الله والدورة مش معي زي الفل. يعني ايه بس ان شاء الله يعني المصدر اللي انا كنتبه اجيب منه ده ان شاء الله انا رجع له ثاني. بس قلنا اقولت ايه? هجيب المرض كده كتجربة. بس هي حلوة وكل حاجة. لما اقدرش اقولها عشان ايه برضو مبقاش حرام. هي الفراخ من جد حلوة حلوة. بس الافضل منها كمان اللي انا كنتبه اجيب منها الاول. اه طبعا احنا كنا شايفين مع بعض يا جماعة الخلطة للفيديو اللي كنت نزلتولكم وكنت بقول لكم احنا غيرنا العلف خلاصي وبقيت احط داشة على العيش على اه على العلف برضو محدش يمنع العلف العلف يا جماعة حط برضو ايه نص الكمية العلف. اه طبعا يا جماعة انا يعني يمكن غيرتولهم الخلطة ديت علشان انا طبعا زي ما قلت لكم انا هسيبهم مش هبيعهم. الناس اللي هي عملها كمشروع تحاول اللي هي تبيع. ما تبضلش بلغت ما تخلص بقى وتغير العلف والكلام ده كلته لأ. حاول اللي انت تبيعي قبل ما تغير العلف. علشان ايه يعني الوزن يفضل سابت معاك زي ما هو. اما الكمية اللي انت هتسيبها لباتك حاول انت تغير برضو العلف وتأكلوهم على فيه. يعني الخلطة اللي احنا عملناها ديت علشان تغير طعم الفراخ البيضة لطعم الفراخ البيضة تبقى حلوة معاك. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يا رب يكون عجبكم. تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. وباذن الله استنونا في الفيديو الجاية ان شاء الله. والدورة الجديدة ان شاء زي ما قلت لكم هتبقى لحد الجاي.